موسيقى اقتصاديا لمصر وصل لإيه عشان نقدر نفهم أكتر وضعنا الاقتصادي عشان نقدر نفهم أكتر إزاي نخرج من الأزمة دي وإزاي ممكن نعود خسيرنا مع عيدنا النهاردة أستاذ مصباح قدبر مستشار الاقتصادي في جريدة المصر اليوم سباح الخالق السؤال طبعا حيبقى كبير وصعب وشكله كده السؤال يعني ما ينتهيش الإجابة عليه بس وضعنا الاقتصادي وصل لإيه احنا عندنا حاجتين مهمين قوي أنا بحب إن الإنسان حتى البسيط اللي مهتم وزي وده طبيعي يتم بينبوبة البوتجاز وزاست الزيت وكيلو الجبنة والبيض والخضار يبقى مهتم بيهم لأنهم يهمونا قوي قوي والناس ستحس بيها برضو فكرة الفلوس باللي احنا عينينها للعوزة والوقت شدة دي اللي بنقول عليها الاحتياط بتاع البلد الموجود في البنك المركزي ده طول الوقت بيقل من يوم ما بدأت الصور لحد الوقت احنا بدأنا من 36 مليار دولار دلوقتي يباني 22 ولسه نازل فده مش كويس احنا الحقيقة عايزين الدورة دي تنعكس بقى يبدأ يطلع لازم نهتم بكده يطلع لما بيجينا دولارات من بره الدولارات بتيجي من ايه ان احنا نصدر اكتر وان احنا يجينا استثمار مستثمين يجيهم فلوس دولارات هنا اكتر فدول الاتنين مش حصلين قوي الحاجة التانية اللي تخوف والناس بتحس بيها برضو ما انا بقول كل بيت فيه كده فيه ايرش اللي عينه للشدة والايرش بتاع النهاردة اللي بيشغل البيت الايرش اللي بيشغل البيت بالنسبة للدولة هو المالية العامة او فلوس الموازنة العامة الموازنة العامة اللي طلعت يعني لا خوف عن انه انه الواحد ييجي الشهري ده مثلا ماليش مرتبه ولا الشهر اللي جاي زي ما بيشاع يعني تم رصد ايه النفقات اللي مطلوبة للانفاق الاستثمائي اللي هو بين مستشفيات وبين مدارس وطوق والإنفاق الجاي اللي أدفع مرتبات واجيب أدوات للناس تشتغل بها في الجهاز الحكومي ده موجود بس ممكن يتعرض لها الزات إذا الناس ما سددتش الضريب اللي عليه إذا ما فيش نشاط اقتصادي كافي يولد أرباح وبالتالي يولد ضريب تندفع للدولة عشان تلم الفلوس بتاع الشغل اليوم فإحنا عندنا مشكلة في هنا ومشكلة في هنا مشكلة المالية العامة مش باينة أو دلوقتي يعني مش أقولك عشان الناس تبقى كلامي واضح جدا لا الشهر الجاي ولا اللي بعده ومش حتلاقي مرتبات ده كلام مش صحيح ومشكلة القرش بتاع الشدة وبتاع العوزة القوية ده بتاع البنك المركزي فعلا فيه مشكلة لازم نتوقف عندها ويمكن النهاردة كان المفروض يوم الحد كل سنون طيبين كان عيد الهجرة النبوية كان لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اللي بتقرر سعر الفايدة يبقى كام ايه اتا تجتمع يوم الحد بس هي قارات انها تجتمع النهاردة بالليل برضو حيبقى ودننا معاها ايه اللي حتقرره كل التوقعات الموجودة بتقول بعد ما استمر اتسابة سعر الفايدة لمدة طويلة احتمال تحرك سعر الفايدة بحوالي نص نقطة مئوية يعني بيبقى الهدف انه يشجع الناس انها ايه تدخل بالجنيه ما تحولش من جنيهات لدولارات لان ده مش مفيد للبلد يعني ده الوضع الاقتصادي العام الوضع الاقتصادي التفصيلي يعني انا مثلا من كل اللي سمعته من الناس واللي مزعالهم جدا هو موضوع عن بوبة البتاجاز احنا في الشتة في احكياج شديد للانبيب في استخدامات مختلفة غير الاستخدامات المنزلية الجاية فيه برضو خادر من البلطاجة الضريفة باحتكار الانبيب او حتى بعض اعمليات الفساد الاداري اللي بتخلي ناس يبيع عربية بالكامل لناس يوجهها الحتة يبيعها بعشرين وتلاتين جنيه دي لازلت محتاجة احكام ومساعدة من الناس ومن الحكومة معا انا عايز اقول ان مصر الان تعيش بضمير المصريين وخدرتهم ورغبتهم ويرادتهم اكتر من وجود فلطة يعني يقول ان هي مشكلة افراد ومش مشكلة تعجب فعلا حقيقي في الغيب الانتاج اللي موجود من البتاجاز يكفي الحقيقي لكن دخول وسطاء او مضاربين او بلطاجية يعني اي مكان الاسم يعني هو اللي فعلا خلي هزي الازمة وعلينا ان نتعاون معا لضبط النقطة دي لان الناس لما بتستريح شوية في بيوتها تقدر حتى تبقى داعم اقوى للصورة ولعملية التحول في مصر انها مش معقول يعني زي ما المسأل بيقول لك جعاني نام ولا الخاف نام لو الناس عندها مش امنة مش عارفة نام من الخوف ومش لقيا تاكل مهما كان قلت له صورة وقلت له غير صورة حيبقى في دماغه حاجة تانية وممكن بقى في دماغه بقى ان يعملش علينا في البلد يعني. سؤال بسيط جدا. السنة اللي فاتت في الفين وعشر حقق مكاسب اقتصادية قد ايه? السنة دي نزلنا بنسبة قد ايه? احنا السنة اللي فاتت طبعا ما كانش عام جيد او برضو في المعدل النمو بغد النظر النمو ده كان نمو حش اوي ولا? مو النمو واسطو اشكال يعني مش كل نمو نفرح بيه اوي ومش كل نمو نخفض نزع منه. ولكن في كل الحالات احنا كان عندنا معدل نمو للسروة القومية بتاع البلد كلها كبرت بواقع خمسة وكاسر مئة يعني. بينما عدد السكان ايه زاد مثلا بيزيد اتنين وسبعة من عشر اذا السروة زادت اكبر من زيادة السكان. معناها ان داخل الناس ممكن يتحسن شوي. صحيح مش كل الناس لما السروة بتزيد ساعات لو فيه احتكار فوق سياسي واقتصادي. ناس قليلة تستفيد قوي قوي واللي تحت قد لا يستفيد وحتى ممكن يضار احيانا او يستفيد نص نص. لكن بشكل عام كان فيه معدل نمو حوالي خمسة في المية. احنا بنتكلم السنة دي على واحد وتمانية من عشر واحد ونص في المية في العام المال اللي احنا شغالين في ده. فده برضو شيء يعني لازم نتحسن بليه شوي. لانه لازم يبقى عندنا معدل نمو حقيقي على الاقل لعد عدد السكان. ده لو انت عايز وضعك ما يتغيرش. يعني اللي انت فيه تباتي فيه وتصبحي فيه. لكن لو عايز بحياتي افضل وحياة الناس افضل لازم معدل النمو ويبقى اكبر. فده برضو يتوقف علينا. انا بقول بصراحة من الحاجات اللي تدي بعض الامل ان انا ملاحز ان الاتنين ماشيين ودي عبقرية مصر فعل. ايه. انه العمل السوري والاصرار على مطالب السورة في الحرية والكرامة والعدالة الانسانية الاجتماعية. يعني ايه موجود? وحركة الحياة حوالي الميدان التحرير. يعني باستثناء الشوارع والحيطة اللي فيها التركز والمأزق. كل الناس والاهاوي والبتاعه ده شيء كويس الحقيقة. لازم الناس اللي بيتبيعه وتشتريه واللي بيركابه تاكسيات لازم الحركة دي تبقى شغالة. ولا حيحصل مشكلة جامدة في مصر. فكون قدين نوازن ما بين انه في جمهو سوي في كل الميدان المهمة في محافظات مصر. وجمهو واعي وعنده مطالب محددة مش عشوائي. وله يعني يعني عنده اجندات زي ما. وفي نفس الوقت الحركة الحياة الاخصائية ماشي يطمنك شوية. يعني حصل هدك اخر سؤال وحبا بعد عن النقطة دي تماما. نعم. الخسارة اللي مصر خسرتها من من الفين وعاشر لالفين وحشداشر هي خسارة مقبولة. يعني ممكن تحدث لاي سبب تاني بعيد تماما عن الثورة ولا هي نتيجة الاحداث الحالية وما ينفعش تصدر من اي شيء اخر. لا احنا فيه مؤسسات مختلفة بتأسع الاقتصاد المصري ليست فقط الثورة. يعني انت حتى لما معدل النمو مثلا في اليمن بيقل بسبب وفي الاحداث في تونس وفي ليبيا قل بسبب حتى وفي سوريا ما دي دول احنا بنتعامل معها وبنصدر لها حاجات بنصدرها سواء عمالة او خدمات او سلع فده بيأثر علينا. لما يبقى فيه ازمة مالية طاحنة في اوروبا ومخيفة. ده بالتأكيد بيأثر على مصر. لا السياح بيجوا من عندهم من نفس المعدلات حتى افترض انك ات مصر ما فياش اي مشكلة. ما كانش هيجي سياح من اوروبا. في ازمة اقتصادية في دول كتيرة جدا. صحيح. ولا بيستوردوا مننا بنفس المعدلات فده بيأثر علينا. انتي اصلا العالم كله في ازمة اقتصادية من اه منتصف الفين وتمانية حتى الان ده كله بيأثر علينا. ففي مؤسرات خارجية سواء من المحيط الاخليمي العربي حوالينا او مؤسرات جاية من بره. لكن للامانة وللانصاف احنا برضو الماكنة الاقتصادية مش شغلة كما يجب من اول يناير الحضرات عشان عشان ما نتحكش عن نفسنا. في بداية الصورة كان فيه عدم تقدير للعامل ده. ونقول لا لا بس انا ما نجيب فلوس الحرامية. الحقيقة احنا ما جيبناش فلوس الحرامية وانسينا الملف ده. ما انه ده شيء مهم يعني. لكن عموما كان في ناس اقول لك تب بس احنا نجيب الفلوس المنهوبة وحنبقى عالي العال. الان بان انه فعلا لن يبني مصر الا عرق وتعب وشاء اولاد مصر. يعني لا حينفعنا فلوس من بره. اللي هيجي منه هياخد وقت طويل ومش مش هو ده اللي اللي هيبني تفضل ونهضة. بس طبعا لو كنا بدأنا من تسعة شهور اكيد كان ممكن يكون استردنا جزء حتى. ايه ده صحيح لو فيه اهليات تانية كده زكية والاسف يعني ايه من يمسكونا الدفق مصر مش مش ولابد لحد اللحظة دي. طب المسؤولين بيخرجوا علينا كل يوم يقولون على فكرة مصر الرابط تشهر افلاسها. يعني كلمة كبيرة جدا وبتخد الناس كلها في البيوت ما بيبقوش فاهمين ده معناه ان احنا ايه الدولة بتنهار مسلا ولا? ويعني ايه اصلا كلمة تشهر افلاس. اشهر افلاس الدول ده زي اشهر افلاس شركة كده. ان الدولة يبقى عليها ديون. فيبقى اول است ما تقدرش تدفعه في ايه يقولولها طب ناجل شوية الاست التاني ما تسددوش فيقولك لا الدولة دي تشهر افلاسها. فاحنا لازمنا حتى الان قادرين على سداد ما علينا من اقصاد للديون الخارجية. حملت السندات الدولية اللي هي بالدولار اللي اصدرتها الدولة المصرية بيبقى عليها عائد بياخدوه بانتظام يبقى احنا ماشيين كويس. بس برضو عشان نكون امنة زي ما قلت ده بالسحب من الامشين اللي عنينهم للزمن ايه من الاحتياط بتاع البنك المركزي. ايه. مش من دولارات بالجنة من الصدرات والسياحة والكذا كذا. فده بشوية بشكل عام الخطر يعني. ما احناش بصدد افلاس الدولة المصرية بس احنا في صدد مأزق اقتصادي متعب جدا. لا حينجح الثورة ولا حينجح الفلول يعني الحقيقة. ايه. حين يحدث وضع اقتصادي متوتر لا يجد الجوعة والناس يعني الاكثر تأثيرا. يمكن انا وانت شوية عندنا نفس ان احنا نلاقي ناكل ونشرب نوم ده اطول. لكن الناس اللي بتكسب ايساها يوم بيوم دي. يومية. لا تجد قدامها غير انها توم تشعلل في الدنيا. هنا المشكلة يعني. فبالتالي انا بتمنى الحقيقة ان الوضع اللي انا بقول انه يدي بعض الامل. الادراك بانه الثورة لا يجب. بالعكس يجب ان تكون حافز للناس بما ان انا عايز اغير بلدي. عايز انهض بمصر. احطها على خريطة. تستعيد مكانتها يعني كمنبع يعني كنقطة اشعاع حضاري وثقافي وكذا. لازم اشتغل بشكل اكتر يعني امانة واكتر اداع واكتر كذا. صحيح. يعني لو برضو لازم اقول ان اختلفت الاراء حوله مين السبب في الوضع اللي وصلت لمصر حاليا. هل هم فعلا المتظاهرين او شباب الثورة ولا الحكومة المصرية طبعا هلاك عارف ان الاراء مختلفة في الحتة زي. بما اننا اتكلمنا عن الديون هل بدأت مصر فعلا في حملات اسقاط ديون مصر ولا لا? لا هو انت اللي كانت تعرض الحقيقة كان فيه بعض الاول يعني العالم كله وده يعني اسمعتم من ناس كتير اهو الحقيقة. يقول لك احنا نفسنا مصر تنجح لانه مصر غرام انساني. في ناس كتير قوي قوي عارفة ان مصر دي حاجة مهمة للبشرية. يعني ايه? هذا الاشعاع اللي طلع على النوف فعلا اول نوف في الدنيا دي مش مجارة اغنية. فكان نفسهم مصر تنجح وتقدم نموذج مختلف عشان العالم فيه مشاكل جنبة جدا. انت في ديمقراطيات عريقة زي الولايات المتحدة وفيها اجهزة ايقابة مالية قوية جدا. ماليانة فساد. العالم محتاج لحاجة بديدة غير الوضع اللي موجود. فكانوا متصوين ان مصر ممكن تقدم النموذج جديد في الادارة السياسية والاقتصادية للمجتمعات وللدولة. لكن احنا لأسف اقصده خزارنا التوقعات شوية. كان في ناس كتير جدا عندها هذه رغبة انها تساعدنا. حتى انا بقول بمنتهى الامانة. وانا بنتمي المدرسة يعني ما هيش مدرسة البنك الدولي وانا ندور انها الدولي. الشروط التي عرضت على مصر في الخارض بتاعة 3 مليار دولار لم تكن سيئة. والله بمنتهى الامانة يعني. طبعا احنا رفضناها في زروة حماس المجلس العسكري في الاول ان احنا لا عايزين نعتمد على مواردنا المحلية. ها نحن نكتشف الان ان احنا محتاجين قرد وحناخده منه صندوق البنك الناد الدولي. لو حيبها حوالي 3 و 2 من 10 مليار دولار. ارصد اقولي يعني هناك عوامل خارجية لازلت موتية لانها تقترى وتود. وفي عوامل مصبطة بمعنى انه اطراف محلية اقليمية او خارجية. برضو عايز اتوقع مصر عشان اكون امين. لكن احنا ممكن نستفيد من الاطراف الكتير اللي مش قليلة. سواء نظم او شعوب ومنظمات مجتمع مدني في العالم. هذا سعد مصر ممكن نستعيد منه. لكن في النهاية برضو لن يبني مصر الا عرق وشاء وتعب اه ولاد مصر يعني. في الموجة التانية